اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فإن هذا القرآن كلام الله جل جلاله وهو روح ونور من عند الله سبحانه وتعالى وقد اختار أن يؤخر نزوله إلى أهل الأرض ليكون حجة على الناس كافة ولتكون البشرية قد خاضت كل تجاربها ومرت بكل أطوار حياتها وتكوينها فلما بلغت إلى نضجها وأتمت مراحل تطورها أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب المبين الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم من تمسك به عصم ومن نطق به صدق ومن تركه من جبار قصم الله ظهره فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقد نزله الله تنزيلا فنزله أولا إلى السماء الدنيا جملة وكان ذلك في شهر رمضان ثم بعد ذلك بدأ تنزيله بحسب الحوادث في 23 سنة ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منهما يناسب الحدث وقد استشكل ذلك المشركون وأهل الكتاب لعهدهم بالكتب السماوية كانت تنزل دفعة واحدة فقد كتب الله التوراة لموسى في الألواح بيمينه وأتى بها موسى بشهادة سبعين رجلا هم خيرة بني إسرائيل وأنزل الله الصحفة على إبراهيم والصحفة على موسى بعد ذلك وأنزل الإنجيل على عيسى جملة واحدة وأنزل الزبورة على داود جملة واحدة فجاء هذا القرآن منجما في 23 سنة فاستشكل ذلك أهل الكتاب والمشركون فقالوا لولا نزل هذا القرآن وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فأجابهم الله بثلاثة أجوبة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا هذه الأجوبة الثلاثة الجواب الأول نزلناه تنزيل وقال كذلك لنثبت به بعدك تثبيته فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم به فقد علم الله أنه سيعاني من قومه ومن المكذبين الشيء الكثير وأن أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل والأمثل وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل للأنبياء فلابد أن يجد أشد مما وجده غيره من الأنبياء ولذلك كان يوعك كما يوعك الرجلان وكان ابتلاؤه شديدا جدا فلهذا أحتاج إلى تثبيت فجعل الله هذا القرآن مذبتا له وأنيسا له يؤنسه عن مضايق الدنيا ومشكلاتها وكل ما يحدث فيها كلما جاءته أزمة ومشكلة جاءه هذا القرآن مبشرا وعهدا محدثا بالله جل جلاله وبيانا وصدقا ونورا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته فكان تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن نثبت به فؤاده الأمر الثاني ورتلناه ترتيلا هذا القرآن ليس كالكتب السماوية السابقة التي لم يكن يحفظها الناس وإنما كان الناس يرونها في الكتب وفي الأنواح ويؤتمن عليها الرهبانيون والأحبار الرهبان والأحبار فلا يحفظونها حفظا في صدورهم وقد جاء في الإنجيل وصف هذه الأمة أن أناجيلها في صدورها فلذلك رتل الله هذا القرآن ترتيلا ليسفل حفظه ولذلك قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ورتلناه ترتيلا الجواب الثالث ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فقد علم الله أن من أساليب الدعوة ووسائلها المجادلة بالتي هي أحسن وأمره بذلك فقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فكان يجادلهم كلما جاءوا بحجة أو بينة جاء الجواب من عند الله بالقرآن كما قال اليهود والله لنسألنه اليوم سؤالا لا يعلم جوابه إلا نبي فجاء جبريل فأنزل عليه قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملهم في مجلسه فدخل أحبار اليهود فاستأذنوا فقالوا جئناك لنسألك اليوم سؤالا لا يعلم جوابه إلا نبي فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تسألون عن الروح قالوا أجل عليهم قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وكذلك قال الله تعالى في سورة الإسراء وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل على مكث في 23 سنة بهذا التنجيم ليكون ذلك أوقع في نفوس الناس وأبلغ تأثيرا عليهم فهو روح ونور كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وافتتح الله سبحانه وتعالى سورة آل عمران بهذا التنزيل فقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان فهنا افتتح بالتنزيل وختم بالإنزال في ذكر القرآن وجعل بين ذلك إنزال التوراة والإنجيل نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل ثم قال والبرقان فالقرآن أنزل كما أنزل التوراة والإنجيل جملة إلى السماء الدنيا ولكنه نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنزيلا في 23 سنة تنزيل القرآن لا تتسع له مثل هذه الحلقات الضيقة والوقت اليسير المحصور إلا إذا أوتنا 23 سنة وهي المدة التي نزل فيها حتى نقف عند فروقه والليلي والنهاري والصيفي والشتوي وغير ذلك لكن الكلمة الآن للدكتور الشيخ فضل المراد فلنتفضل بارك الله فيكم شيخنا على هذه الإفادة والإفادة والإيجادة هناك سؤال دائما نسأل به وهو كيف تعرف بالإسلام في دقيقة والكثير لا نسمع لهم إجابة يتلكؤون ويترددون في الجواب على ذلك والجواب على ذلك في القرآن وأنزل الله سبحانه وتعالى السورة الأولى في كتابه قصار الصور ووثل نصف القرآن يتمثل من سورة قدسمع بالنسبة لعدد السور 57 سورة 57 سورة من سورة قدسمع إلى آخر القرآن جل القرآن في جزء قعمة قصار الصور قصار الصور فيها خطاب بكليات الشريعة وبكليات الأخلاق وبكليات الحقوق وبكليات العقائد تعرف بالإسلام في سورة واحدة فسورة أرائد فيها القضاء الخمسة التي تعرف بها بالإسلام في أي مكان وفي أي زمان القضية الدينية قضية الشرائح الضعيفة من الفقراء والمساكين واليتام قضية العبادة وهي الصلاة والقضية القيمية الأخلاقية وهي الشخصية السوية البعيدة عن الرياء والنفاق والتلون القضية الماعون التي لها 12 معنا في لغة العرب بما يشمل الماعون الشخصي والماعون الأسري والماعون المجتمعي والماعون الدولي اليوم الماعون الدولي العظيم من منع المشتركات الإنسانية الكبرى في صورة أخرى نجد ملحظا قيميا وماليا في نفس الوقت وفي صورة ويلة لكل همزة اللمزة تكلم عن المال وتكلم عن القيم وكيف أن المال يجب أن ينزل إلى السوق ويتحرك وملحظ أو إشارة مهمة في ذلك ثم تكلم عن البعد الأخروي الأربعة الأمور التي هي للإخراج العالم من الخسارة في صورة واحدة في صورة العصر كيفية إدارة النعمة في صورة التكاثر الإجابة عن الطبيعة البشرية الكنود في صورة العاديات والميزان الذري يبينه لك في صورة الزلزلة من نحن؟ سؤال الهوية يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية حتى يعرفنا من نحن والآخرون يقول الله سبحانه وتعالى عنهم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شروا؟ أولئك هم شروا البرية نعم فالتعريف بسؤال الهوية من أنتم؟ حتى ندرك في هذه الصورة القصار من نحن وندرك القيم وندرك الأخلاق وندرك الكثير ثنائية الحكم والخلق في صورة التين حيث بدأها بالخلق وأنه في أحسن التقويم ثم ختم بالحكم ليدلنا على أن الحاكمية مرتبطة بمن خلق الإغاثات الواضحة في صورة البلد وهي التي سماها الله سبحانه وتعالى العقبة وبيّن فيها حقوق المسغبة حقوق الفقراء والمساكين أثناء المسغبة أثناء المجاعات أثناء الجوائح وهذا تنظيم دولي التطفيف الميزاني والكيل في صورة المطفين وهو يشمل سواء في الاقتصاد أو في السياسات أو في الأخلاق أو في الأعمال في صورة واحدة يضبطها في آية واحدة ويلل للمطففين أكتفي بهذا الشيخ نور الدين مرحب الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم مسألة النزول والتنزيل والإنزال في السيرة كما جاء في كلام فضيل الشيخ محمد الحسن المرحلة المكية ومرحلة المرحلة المدنية كلتا هما ثلاث وعشرون سنة بعض الذين يدرسون السيرة ويريدون أن يطبقوها في حياتهم إما الحركية الإسلامية أو الطربوية فيظنون أن المرحلتين كلتا هما السنة لابد أن نقتدي بهم من حيث المدة الزمنية يقول لك مثلما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ثلاثة عشرة سنة في مكة لابد كذلك أن أقضينا في حركة إسلامية أو في جمعية علمية أو في مصارى طربوية أن تكون المدة نفسها وكذلك بالنسبة للمدينة كأنه مرحلة أولى عقدية طربوية عامة ومرحلة ثانية تشريعية دستورية هذا الفهم الخاطئ الذي ارتقى إلى كثير من الأفهام من من لم يفهموا هذا التقدير الزمني باعتباره تقديرا زمنيا اجتهاديا يتأسس على أحكام وعلى هدي ونصوص وثوابت ولكن التقدير الزمني المصلحي مبني على هذا النظر المصلحي ولذلك ليس بالضرورة للإنسان يقتقيد بثلاثة عشر سنة في مكة أو هو في تونس أو في باكستان أو في أي دولة أخرى هذا للمسألة الأولى المسألة الثانية أيضا فهم خاطئ لدى كثير من الناس في موضوع التدرج في نزول الأحكام وبيان الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الخمر نزل على مراحل لماذا لا يكون هذا الوضع المتعلق بحكم الخمر أيضا على مراحل في وقعنا المعاصر وهذا مخالفة علمية وشرعية وتاريخية فالأحكام قد استقرت كما نعرف كما نعلم أو كما نعرف الأحكام قد استقرت بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبوفاته صلى الله عليه وسلم والدين قد اكتمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فالخمر محرم تحريما نهائيا لكن التدرج الذي وقع في عهده صلى الله عليه وسلم إنما هو لحكمة ذكرها العلماء في التيسير وفي التدرج على مستوى الانتقال من وضعا إلى آخر ومراعاة الأعراف والعوائد التي كانت في ذلك الوقت لكن بعد نزول القرآن وانتهاء كلمة الدين بمعنى أكمل هذا الدين لا يمكن لجماعة أو جيل أو شخص يقول أتدرج الآن في التحريم إنما التدرج في ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو تدرج في تنزيل الأحكام التي استقرت واكتمل بها الدين تطبيقها بمراعاة أحوال الناس في التطبيق بناء على القواعد الضابطة في ذلك قاعدة الضرورة، قاعدة المصلحة، قاعدة رفع الحرج، قاعدة الأولويات الأخيرة وهذا أمر موكول إلى العلماء بناء على قواعد مضبوطة وأدوات دقيقة في الفقه والاجتهاد وليس بناء على الأهواء الخلاصة أن دارس السيرة ونحن الآن في مأدوبة السيرة النبوية في علاقة بالأمة وبمناهج فكرها وبطياراتها ومؤسساتها في مجال الإصلاح والتغيير لابد أن نرجع مسألة المرحلتين إلى تقدير مصلحي بناء على القيم النبوية وعلى الثوابط وأن نرجع مسألة التدرج في تطبيق الأحكام وليس في تقرير الأحكام ففرق بين الأحكام التي تقردت نهائياً واكتمل بها الدين كما جاء في الآية وبين أن ننزل هذه الأحكام بناء على ما ذكره العلماء في قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه والاجتهاد وما إلى ذلك وشكراً والله ولي وتوفيق بارك الله بك شيخنا الشيخ علي بارك الله فيكم حقيقة ما تفضلتم به في هذا العرض الطيب فضيلة شيخ محمد جزاك الله خير وما تفضل به الشيخ فضل وشيخ نور الدين يكمل بعضه البعض أنا في اعتقادي والله أعلم الحكمة الأساسية في هذا التنزيل الذي تفضلتم به بالإضافة إلى ما تفضلتم به هو صناعة الأمة وإنضاجوا أفكار هذه الأمة لأن هذا القرآن الكريم لم ينزله رب العالمين لمجرد بيان الأحكام فقط وإنما أراد الله سبحانه وتعالى من هذا البيان صناعة أمة تكون خير أمة أخرجت للناس كما شهد الله سبحانه وتعالى بذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس صناعة هذه الأمة لا يمكن أن تصنع بين عشية وضحاها وإنما تحتاج إلى تدرج قائم على مجموعة من الأسس الأساسية تأسيس البنية التحتية إن صح التعبير في الاقتصاد لكن البنية التحتية في العقيدة عقيدة صلبة قوية ويجرب هؤلاء الذين يعني يعتقدون هذه العقيدة كما حدث في العهد المكي ثم وكذلك الجانب الأخلاقي وكذلك التفاعل بين الصحابة الكرام بعضهم وبعض وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في المدينة بين المهاجرين وهذه التكونات كلها حقيقة مقصودة لذاتها لأجل تحقيق هذه الأمة الجانب الآخر أيضا هو شرح وليس إضافة حقيقة لما تفضلتم به هو مسائل الأحكام يعني لو نزل القرآن الكريم خاصة بالنسبة كله مرة واحدة على العرب تمنعهم كما قال سيد عائشة رضي الله عنه حتى في مسألة الخمر أو في مسألة الربا أو مسائل كثيرة جدا يعني حيث كان العرب يعني تقريبا تظلعوا فيها تشبعوا فيها وأفرطوا فيها فلو نزلت كان هكذا والآن هناك قصص كثيرة بعض الدعاة حقيقة يلاحظ التدرج لكن لا يلاحظ التدرج في تشريع لكن في التبليغ في البيان هناك حتى الآن بعض الناس أرادوا أن يدخلوا في الإسلام لكن أول ما راحوا عليه قال يا أخي الكريم أنت أول شيء عليك لا بد أن تترك الخمر يا أخي الكريم أنت عندك شوف عشرات يعني بل آلاف من الآيات القرآنية أنت تبلغها يعني تركس وتغرس في قلبه الأقيدة والأخلاق والقيم والتعاون ثم تبلغه لا أنا أقول أن الخمر فيها تدرج اليوم لكن تدرج ممكن في التبليغ هو أنها حقيقة لحقت وصاحبت بعض الذين أسلموا لو بلغناهم ببعض الأشياء يمكن كان ذلك مانعا فلذلك يعني هذا التنزيل حقيقة مقصود في هذه الأمة لصناعة هذه الأمة والآن حتى العلم الحديث يقولون كلما كانت فترة البقاء والنضج أكثر كلما كان هذا الشخص يعني مثلا الإنسان يبقى تسعة أشهر في بطن أمه ثم بعدين إلى أن يكبر لكن بقي إلى مؤاخذ الحيوانات لا لأن هذا الإنسان حوالي تقريبا 17 سنة بالعكس حتى ممكن بعض المالكيين يقولون البلوغ الحقيقي الرشد في حدود 21-22 والحنفية بالمناسبة يقولون 25 الرشد الحقيقي بعد 25 خلاص هذا إن دل على شيء على مسألة النضج وهذه الشريعة كل كلمة أو هذا القرآن كل حرف وكل كيفية كلها حقيقة مرتبطة بحكمة لله سبحانه وتعالى أهرك الله وفيتم شيخنا الشيخ علي قضية الشيخ يعني دعوة للتأمل والعيش مع القرآن والتفكر والتدبر لأن القرآن أمر عظيم يعني مسهل كلام الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلوقه القرآن فإذا أردت أن تفهم الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة تفصيلية عليك أن تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى ولما تأتي في القرآن حديث القرآن عن القرآن إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون تحدي ويبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تحدي في كيفية الجمع تحدي في كيفية الخطاب تحدي تجد في قول الله تعالى لما قال كتاب لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الحكيم الحميد في أحكامه وهو المحمود سبحانه وتعالى بالثناء عليه في هذا الكتاب العظيم القرآن بطبيعته هو معجزة ومنهج حياة المعجزة كانت بالنسبة لمن لمن يفهم القرآن في بيانة في بديعة في بلاغتها في اكتشافاتها التاريخية القصصية ومنهج حياة لمن يعيش به انتشار القرآن في الأمم الأخرى غلب عليه منهج الحياة لما الأمم الأخرى رأوا العادل رأوا المساواة قادهم منهج الحياة إلى معجزة القرآن اللي بها باقية إلى نيارة الله الأرض ومن عليها حديث القرآن الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يعني دعوة من رب العالمين للتفكر في هذا القرآن العظيم اللي يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بل الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في أسرار هائلة تحتاج مفتيح تفتح لترى العجائب بهذا الكتاب العظيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في العقائد يهدي للتي هي أقوى في الأحكام يهدي للتي هي أقوى في الأخلاق يهدي للتي هي أقوى في القصص يهدي للتي هي أقوى في عالم السياسة في الأصول الاجتماعية في الأصول النفسية أمر عظيم أمر القرآن الكريم في كلام الشيخ اللي فهمته منه واللي وصني نحتاجه إعادة الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والعيش معه حتى نفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى نفهم التغير الحقيقي يعني التغير الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب ولأمة العرب في مكة وفي المدينة وفي الجزيرة وفي العالم الانطلاق كان من المنهج اللي هو القرآن الكريم اللي هو باقي الله سبحانه وتعالى حفظ والأمة لديها فرص عديدة لو رجعت لهذا الكتاب العظيم واستخرجت منا واستلهمت منا منهج الحياة لعادت وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس بارك الله فيكم وإياكم وكرمكم الله بارك الله فيكم مشايخا الكرام لا شك أن تنزيل القرآن يأتي على كل هذه الحكم ومنها أيضا قضية النسخ والتبديل فقد كانت الكتب السابقة تنسخ جملة كما نزلت جملة وكان التبديل لا يقع فيها جملة وهذا القرآن قال الله فيه ما ننسخ من آية أنسها نأتي بخير منها أو مثلها فلم تعلم أن الله على كل شيء قدير وقال فيه وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم مما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء وقائدنا إلى جنات النعيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لنمحو همّا وغمّا ونرسوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنص التفوز بالهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي وفيض السلام لسيرة خير العباد لسيرة خير العباد لسرعة خير العباد